يعني ده عكسي على النادي مش على الاشخاص. النهاردة لو المجلس الحالي مش. الناس هتيجي تكمل. بس هتعمل صورة عكسية. اللي موجود دلوقتي هيدخل بقى نفس المرحلة دي. ان هو يبدأ يهاجم اللي جاي. هي دي كانت الصورة اللي المفروض الاهلي ما تقول. عافظ مفريني. لان الاهلي مش بتاع ده. الناس من اللي تكلم كتير. ما انا كنت بقولك ان هو راجب يكون واحد. هو اللي بتكلم. لا بس هو. بس في اللايحة ما حدش تكلم. لا تكلم كتير. راجع تصراحات بقى. ولا ولا مسؤول. راجع تصراحات. ولا مسؤول تكلم. لا 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 لا. فيك راجع. راجع. انا بقولك راجع. ما انا عارف. انا بتابع. بس ما فيش ولا مسؤول تكلم عن اللايحة. لا كل تكلم. كل تكلم. كل تكلم. داخلات للموانس محمود طار. كان فيه تصراحات. بيتكلم عن اللايحة. لكنه لما بتكلم عن برود اللايحة. بتكلم انها من اللايحة. بتخدم النادي الاهلي. لا. ما فيه فرق ان انا مشروع هو واحد اللي يتكلم كتر اكتر من واحد بيتكلم ده اللي بيفتح باب القيلة والقال ويحطنا في مأزك التفسير اما التفسير ايمن او ايسر دي لقطات حسرية قدام حضراتكم يا جماعة عني مواند سحمود طاهر الرئيس النادي دي لقطات دلوقتي حسرية مباشرة والاعضاء الجامعية العمومية اكيد بتكلموا برضو في الجامعية وبنودها اتفضلوا امر طبيعي انهم يبقى فيهم شاهد الجامعية عمومية موجودة مع رئيس النادي في مشاكل بتتعرض في ناس بتسني على اداؤه موجود المسألة مش طبيعي طبيعي ما كنت في مقابلة رئيس النادي بالنسبة يتكلم معها كل واحد بقدم برجة نظر كنتم تتكلموا يبقى متحدث رسمي او واحد وهو المنطط المسئولية لانه هيكون اكثر دقة وعمقا في الكلام لكن انا وفاهم وفاهم وبيعمل ليه لكن حتة ان انا بفتح التصريح على البحري ما بتبقاش مقبولة ليه لان انا النهاردة ممكن اقول اقول حرف يؤول غلورطني يؤول وشي الحرف يرفع السنة يقولك ده حط نقطة في نهاية السطر يبقى نهاية كلام ده كان لازم يحط فصلة كان لازم نكالت الى حامد يغلط مستنينه على غلطة ده اقوى انت بتغلط احنا البشر كلنا بشر كلنا بنغلط طبعا انت هتفاصل ولا نقطة لا بسيب القوس مفتوح بس او سلطف يعني طبعا انا اوافعك طبعا في الرأي في الموضوع ده بس بص اعرف لما انت بقى لك 4 سنين سوز حمد الكونيسي كمان فاهم مضغوط بس اعلام الكبير سوز حمد الكونيسي اللاجنة الوطنية اللي عليها مضغوط بس فانت عايز تشتغل عارف انا كل شوية اعمل لك مشكلة عشان يعني اعمل لك ازمة سواء بقى في الاستقالات سواء في المعينين سواء في كل صدمات دي اه هو ده اللي عاملنك ضغر فانت مش عارف تشتغل كل اللي ان بتيجي تعمل حاجة يقولك لا ده انت المفروض كنت تعمل كزا ده مش طبيعة النادي الاهلي بس انا مش انا مش انادي ايوة ده مش طبيعة الاهلي خالص انا مش انادي مرضي مش طبيعة النادي الاهلي طبيعة النادي الاهلي ان انت في متغيرات يا سيد زحمد بص في متغيرات في متغيرات بتحصل انا عايز اقول حاجة النهارد اقول لك المتغيرات مش عايزة يعني مش عايزة اطعم اي انا ادخل السياسة بس هولك انا حول لك نقطعة ده بس قبل ما حاضطك تكمل متغيرات ايه؟ لا عادي وكده كده البوكس بقى مسلمينة يعني 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 عادي صحفيين لا عادي الصحفيين اللي حاليني كن بيوم البوكس انا عافية بدور العليب اكترا عدور عائف من دي وليم عائف لأ عائف لبنب ما حولك حالة الصحفيين بقى مجاية نفس يعني ومسلم على ولادي يعني انت مش العلق ما احنا هنم. فتكلم باخد احنا. مرة اللي فاتت وتلك ان انت كنت في النيابة. ولا واحد من صاحبك موجودين. كلهم استهلوا. كلهم ما شاء الله مستشارين. فبقول لك بس لطفيني. النقطة فيني. النقطة انك انت عايز تشتغل. وكل شوية بقعك. طبعا انا في سؤال المهم جدا جدا. انا يعني. اه السؤال ما تروح ليكم. هو ليه محوة ده? علشان احنا نقعد نتكلم في رسودية عندنا وقت طويل يعني ونوقت بتكلم بقى فلسودية وده يطلع يتكلم يعني ليه? المجلس الاهلي حولك. مجلس الاهلي الحالي خطف. يا ريس. لو انت فاشي لانا مش اقرب لك. برضو يا جزء. ده جزء. ده جزء. ده جزء بس في نقطة مهمة. المجلس الحالي حسبيا بالنسبة للناس اللي في نهاده هو خطف مجلس الادارة. خطف كراسي مجلس الادارة. ازاي? الحشد كان. خطفها من مين? ما هو ده? خطفها من مين? حقولك. النهارده. المجلس ده مش جاي بجامعية ومية او ان انا آآ بجاي من كوكب تاني. انا حاكمل. اتفضل. هاكمل. النهارده كان مين اللي ضد المهندس محمود طهل في انتخاباته? السوبريمين معال. اه ماشي انتخاباته خانصة. ماشي. جيم مخلص. لا 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 ما مخلاصش. لا جيم مخلص. ده هي 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 مشكلة الجيم فين يا صدوط فيك. ان هو مكمل. النهارده مين وراء اعضاء مجلس الادارة ان هما يستقيل. مين وراء ضغوط على رئيس على وزير الشواب الرياضة ان هو ما يعينش او ما يصدرش قرار. استاذ زود فيه بيفكر يرد على الحمد. في السنة الاخيرة في السنة الاخيرة لمهندس مهندس بحمود طهل. اقول لك على حاجة انا جات لي معلومة اول امبارح ان كان في قرار بمجلس غير المجلس الحالي في السنة التالية. مين? من اللي خد القرار? وزير. ولا ما يضرش? يا بصو انا بروك اترافق. ترافق. في مناطق في مناطق متلعبش فيها. ما انا بروك اترافق. في مناطق بتبقى فوق الوزير حتى اني becomes راضحين. ما هو اترافق. انا لا بدك لنا. في مناطق مش لعبة فيها هنا. انا بروك اترافق. فيما يخص فيما يخص القدبين ده موضوع دولة. مش موضوع وزيغمونوز. ما هو اترافق. ايوه. في قال ان المجلس الحالي مجلس اساس ومنتخب. منتخب. مش مؤترض بس انت دخلت مرحلة تاني. دخلت مرحلة تاني ايه? مرحلة اللي انت كنت منتخب. فما عندك الاستقراط بقى عندك تعيين. ايوه ايه? معاين. خلاص انت معاين مين? مش عاين المنتخبين? ليه? لان هو منتزم مع اللجنة اللونبية. بس. اللي انا مش هجيب حق مش عاين حال. لان المنتخبتها عاين انتخبات كان من اني جهة. من الجيل داري. طيب. اللي هي طلعت لك انا مش دع. طيب ماشي بس احنا احنا عارفين السبب. لابلك انا بنتكلم في الفير. انت فتحتيني في موضوع اصلا. والله انا ما عايز اتكلم فيه. لكن يعني انا خليني دايما. بس اصدراني.